حلو قوي يا فرح الاسكوات ده بقيتي بتعميل اسكوات كويس قوي بس احنا مش هنعمل اسكوات ده النهاره لماذا بعد كل التمارين دي النهار ده احنا عرّف المشاهدين كده احنا احنا ازاي ممكن نتمرن اسكوات من السابيات ازاي نعمل تمرنات من السابيات يعني مفيش الحركة اللي انا عملاها هنسبت مش هتحرر لا ناس كتيرة خلاص دهنا من دي يلا نعمل حاجة مختلفة بقى صباح الفل يا جماعة صباح المشاط يلا بقى نتمرن مع بعض هنشوف كوتش حسام هيمرنا كتير قوي من انا بنتمرن التمارين زي ما فرق بتعمل كده وفرح بالمناسبة الشاطرة قوي بتعمل التمارين بطريقة يعني مش عارفة صلح لها حاجة لا داعي للتصفيق اه بس اه اه التواضع احسن حاجة فينا بس احنا بقى النهاردة هنعمل حاجة اسمها الانقباض العضلي السابت او الايزومتري كونتراكشن اللي هو التمارين اللي هنعملها من غير ما يبقى فيها حركة ممكن يكون من اتمرن بايسبس بس بدل ما انا عمل بتحرك واطلع وانزل لانا باسبت هنا بس يكون فيه مقاومة اختلافة عن الاستراتشات ان بيبقى فيه مقاومة على العضلة فالسكوات مثلا لو بدأنا بالسكوات وده من الحاجات اللي بتشغل العضلة الامامية والغلوت والخلفيات وكمان الايزومتري كونتراكشن دوت بيعمل تقويات للعضلة لناس يا فرح ممكن يبقى عندها مشكلة او اصابة تمنعهم ان هما يتحركوا يتحركوا عايزين يثبتوا يعملوا تقويات القوادرس بس حلوة دي عشان ما يزوجوش الاصابة طيب هنبدأ بالسكوات فتحة الرجل مفروض تبقى ادي اه من ايه ده اسئلة انت بيجيب الاسئلة اسئلة بص مهمة المشاهدين الصراحة مش انا اه انا بيجيلي فعلا مسجدات واسئلة يعني طيب هنعمل اول حاجة رجلية جنب بعض اه تمام هفتح وكابي لازق في كابي التاني بعدين هسبت مش رجلي في الارض والف هنا ده الوسع بتاع الحوض بتاعي لانا ببقى واقف في الواقع طبعية بتاعتي حلوة بعد كيه حدق افرت ضهري وسدري فوق ايدي قدامي علشان ابالنس وزني هبدأ انزل بالراحة واسبت تبتسعين درجة هحاول اعمل تلاتين ثانية تلات مرات بالنسبة لنا احنا هنعمل عشر ثواني خمسة كمان اربعة ثلاثة اثنين هطلع بالراحة ده اول حاجة يا عايز اقولك انه فعلا السبات هحس بالعضلة بتشتغل هي ممكن تبنت سهلة لكن هي مش سهلة خالص هم لما هيجربوها هيعرفوا ان هي مش سهلة بزبط يريد تجربوها وعطلونا الفيت داعك بتاعكم او رأيكم عن التمرين دوت على ريفايف وعلى قناة صادة البلد برضى صباح البلد نقدر نرد على الأسئلة داية التمرين التاني هنعمل التمرين البوش اوبس البوش اوبس عندنا اللي هنعمل العادي اللي هو الضغط بزبط بنتزل ونطلع اه المرة دي بقى هننزل ومش هنطلع اوكي تعارف ان انا ما بحبش التمرين ده صح هنزل هنا فرح اشتر حاجة فيها التمرين ده هنزل واسبت خمس سوين بلاش عشر فرح هنفتي بص سانيتين فرح هنزل وسط تحت سنة سانيتين كمان سانية ونص نريح يا ربي هنحاول نبدأ ممكن نبدأ خمس سواني بس وعد كان نبدأ نزود شوية بشوية التمرين سهل جدا ماشي مش عايزة صح يعني وكلكم ممكن تعملوا في البت ده 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 يشاهل بقى لون اللبس اللي هي لبسها خلاص طيب تلت تمرين هنبقى لنشولدرز للكتف هنحاول نمسك معنا ممكن إزاستين مية لو معندراش أوزان فرح هندور على أصغر حاجة اه 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 كاتر بالبينج انا بختارهم بالألوان انسوا عارب صح صح مش بالوزن يعني انهم أصغر اتنين موجودين عندنا نبدأ هنا اوكي وهطلع بقداية الاثنين جنبي هنا لترى الريز عشان أمرن العضلة الجانبية بتاعت الكتف طيب كوتش اه الوقفة او انا وقفة كتف صح؟ نفس الوقفة بتاعتي تضطلها في وقفة ايوه نفس الوقفة اوكي تمام يلا جو هليني انا اقفوه وان وحاسبت طوما انا سابت انا اقفوه طوما انا سابت عايز سدري فوق بطنة مشدودة ركبتي عايزة تبقى متنية تانية صغيرة عشان احمل اكتر على العضلة مش على المفصل نفسه طب هل ايدي مفروضة على الاخر؟ انا بشركك اهوه انا تمام بس انا ايدي متبقاش متبقاش مفروضة كده اه انا عايز دايما متبقاش مفروضة مية في المية اعمل لك وامل لود على المفصل بتاعكوه حطني ايدي تانية صغيرة جدا تلاتين ثانية تلات مرات يعني الموضوع هيبقى شكله سهل زي ما فرحنا بتقول بس شكله زي ما شايفين وش فرح بالزبط كده باين عليه مدى صعوبة التمرين التمرين اللي بعده بتاع البايسبس العضلات الدرعين هطلع هنا واحد ثبت تلاتين ثانية للمص يا كوتش ولا للاخر اه مهم عندي زي ما فرح ما بتقول كده ان انا بطلع من هنا لحد التسعين درجة تمام اوكي مش عايز مش عايز كوي ورا ولا قدام عايز كوي جمبي بالزبط بطننا طبعا شدين بطننا دو ده لا كمين انت يشرح الباقي خلاص انا مش عاوي بحجات دي تاني يعني يا جماعة بصوا لا خلاص مش لازم دي مثلا ايه مجمعة من التمرينات المهمة قوي في اللي بتخليها نعرف نحس بعضواتنا من غير ما نبدأ من غير ما يبقى في حرارة بتزود القوة العضلية جدا اه لا انا شايفة انه انا يعني انت باي سبس كبر عنه يعني انت حاسس شفت لا غير كده انه يعني في حرق دهون موضوع مش بس عضلات يعني عايز تقول ان انت عرقت وتعبتي عرقت وتعبت وخسيت اه وخسيت ان دهار ده بس هو فعلا التمرين فعلا بيحرق كالدرس كتيرا لانه هو تمرين متعب على عكس ما انتو شايفين ان هو شكله سهل كده حاولو تدربوه ده اللي يهم كل اللي بتفرج علينا دلوقتي خصوصا سيدات البيوت اه تمرنوا وعايز اقولكم صباح النشاط وصباح الفل مرسي يا كوتي صباح الفل عليك صباح الفل يا فرح